قدم أمين رغيب، الخبير في المعلوميات والأمن الرقمي، معطيات جديدة حول قضية نشر صور وفيديوهات لشابات مغربيات عبر حسابات في الأنترنيت وقال رغيب لليوم 24 إن الأمر يتعلق بنشر ملفات لفتيات في أوضاع مخلة، قمنا بتصوير أنفسهن بكاميرا الهاتف بطريقة تلقائية وعفوية وإرادية وأوضح أنه بعد حوالي ساعة ونصف من نشره فيديو حول الفضيحة تم حذف الحسابين الذين نشرا ملفات تتضمن هذه الصور مرفوقة بأسماء الفتيات وأشار إلى أنه احتفظ بصورة هذه الحسابات متضمنة لما نشر فيها متوقعا فتح تحقيق قضائي وأشار إلى أن الحسابات التي نشرت الصور مصدرها المغرب وأشار رغيب إلى أن الأمر يتعلق بفئتين من الفتيات، الأولى فتيات يبعن صورهن عاريات عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية فيما يعد دعارة وفئة ثانية فتيات صورنا أنفسهن عبر كاميرا الهاتف فتم اختراق إما حسبتهن في سنابشات أو اختراق هواتفهن وقال إنه لم يقل بأن تطبيق سنابشات تم اختراقه وأشار إلى أن فتاة مصدومة تواصلت معه بخصوص نشر صورها واسمها وأشار رغيب إلى أن ما حدث يكشف وجود دعارة افتراضية تمارسها بعض النساء عبر مواقع مثل تانجو حيث يتم توفير بت مباشر لفيديوهات خليعة مقابل إرسال هدايا وأشار إلى أن هذه الحسابات تعرضت للاختراق أيضا من جهة أخرى نبه رغيب إلى اختراق كاميرات داخل البيوت ونشر أسرار أزواج في الفراش وحذر رغيب من استعمال التطبيقات غير الآمنة التي تطلب الموافقة على الولوج إلى الهاتف والميكرو كما حذر الأشخاص الذين يكترون البيوت من وجود كاميرات مزروعة غير مرئية تصورهم وقال إنه يمكن استعمال أجهزة كشف الكاميرات أسعارها رخيصة لتفادي الوقوع في هذا المشكل